لم تهنأ قرية الدمين منذ بدء الحرب بالهدوء ولم يأمن أهلها على أنفسهم فمنذ أن انتقلت المواجهات إلى محيط هذه القرية الواقعة إلى الشمال الغربي لمدينة تعز تغيرت أحوال الناس وتضاعفت مأساتهم روض عبدالله شعلان ابنة الثمانية والعشرين عاما والأم لهؤلاء الأطفال لقيت ربها شهيدة بينما كانت تقوم بجلب الماء وترعى أغنامها عند بئر القرية استهدفها قناص تابع للميليشيا المتمركزة على هذه التبة المعروفة باسم تبة القارع مأساة هذه العائلة تلخص الحال الذي تعيشه مدينة تعز وريفها المحيط من حصار وقصف وقنص واستهداف لا يستثني مدنيا ولا مسالما استشهاد روضة يعمق مأساة قرية الدمينة التي تتعرض للقصف العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة كما يقول أحد أبنائها كذلك منطقتنا بلادنا هذه قريبة من القناصين وقريبة من الاشتباكات وهي قريبة من تبة القارع وشارع الخمسين وهنا يحدث قنصة بشكل عشوائي ويحدث قذائف وهوزرات إلى هنا بشكل عشوائي يوميا والمضررين في النهاية هم أهل القرية والمواطنين الحزن الذي خلفه استشهاد روضة يلف القرية ويولد معه المخاوف من استمرار الاستهدافات خصوصا أن القرية قريبة جدا من المعارك التي تدور حاليا في هذه الجبهة هذه أختي اليوم قنصة وهي ترعي الأغنى نحن قريبنا قريبا من الاشتباكات والقناصين قذائف المهم بجميع الأسلحة يرمون ما يقرأوا شلقوا هل يمشوا ولا وهي ماشي لا حولة ولا قوة هي كانت غرف ماء من عند البير والقنص قنص عليه ثنتا قنص قنص سبع أحد الكلا حقه مات على طول أصعفنا له قديمه فخلال هذه المعارك التي دارت على مقربة من القرية حقق الجيش الوطني تقدما جديدا في مواجهات الساعة الماضية وتمكن من السيطرة على أجزاء واسعة في محيط منطقة مدرات قرب مصنع السم والصابون وتمكن أيضا من تحرير قريتي الصرة والذرة بالقرب من نقطة الهنجر باتجاه مفرق شرعب الجيش أكد أن الميليشيات الإنقلابية تكبتت خسائر فادحة في صفوفها وأسلحتها في هذه المواجهات وتم أسر ثمانية من أتباعها المواجهات في هذه الجبهة مفصلية لأن وصول الجيش إلى شارع الستين سينهي كل آمال الميليشيا في البقاء على طول المسافة الممتدة من هنا وحتى مقبن والبرحة والوازعية